قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الولايات المتحدة لا تنوي على الإطلاق إرسال قوات إلى إسرائيل أو فلسطين وقالت هاريس أن الفلسطينيين يستحقون إجراءات متساوية من الأمن والأمان وتقرير المصير والكرامة مؤكدة أن واشنطن كانت واضحة بشأن ضرورة احترام قواعد الحرب وضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ترجمة نانسي قبل